وزير التعليم العالي والبحث العلمية دكتور محمد بوكديس على تجربة جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد في عملية التعليم الإلكترونيج خلال جائحة كورونا حيث عملت على مأسسة بنية تحتية متينة في التعلم عن بعض من خلال منصاتها التي غطت العملية التعليمية والخدماتية في الجامعة من جهتي قال رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي أن أزمة جائحات بارس كورونا دفعت الجامعة والمؤسسات التعليمية للنظر لأساليب تعليمية جديدة تتناغم مع الصعوبات التي فرضته الجائحة والتحول إلى التعليم الإلكترونيج وكيف استطعت الجامعة تطويع الصعوبات وتحويلها إلى قصص نجاح لا بد أن نفكر بأساليب تعليم جديدة ومن ضمنها هو أساليب التعليم الإلكتروني وإدماجه ضمن المنظومة التعليمية والتعليمية والتعليمية في جامعاتنا ما شهدناه اليوم حقيقة في جامعة الحسين تقنية هو نموذج متقدم ورائد ليس حقيقة على مستوى المملكة وإنما على مستوى المنطقة نموذج في عملية إدماج التعليم الإلكتروني ضمن العملية التعليمية نموذج آخر في النموذج التعليم المتبع أصلا في هذه الجامعة الذي مبني على شركات حقيقية مع القضاء الخاص حاجات سوق العمل وهذه الشركات ونوعية الخريج الذي نريد هذا ما نطمح له حقيقة في المستقبل لجامعاتنا أن تعمل على هذا النموذج هي إكساب الطلبة حقيقة المهارات اللازمة بشكل عام والمهارات اللازمة في مجال تخصصه وحاجتها لسوق العمل